بسم الله وكبه والسلام على عبادي الذي نصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته أما بعد أحذركم شوية عما حدث في مؤتمر بالساحل في الثمانينات في ما هم اتبع الشرع بمكسين لغا انا سمعت لي بعد ما بلات ايام اللولى التحقت بالمشاركين وابليت بالدلوي الذي اعطاوه يا ربي من اهدية من انبي سبحانه وتعالى فالحصاص الاولى كان ركفة الغربيين هذا هو المؤتمر الذي على مستوى البحر القبيل المتوسط وشارك فيه حتى البرتغالي اهميته وقتالي لاحظوا علي ليسر مرجعيتي القرآنية ونبوية شريفة على سين الله صلى الله عليه وسلم وانا بلحية وجبة شافي بالهم انا من الناس اللي غتلنا عمل ارهاب حتى بالفكر وانا لا يجوز ان يكون ارهاب الاسلام لا نحجتنا كل هاتوا برهانكم يكونون صادقين هنا هو احنا ارطل من ربكالكين حجتهم بشرية خاطئة جاهلة وحجتنا قرآنية قوية مطلقة وربانية على كل حال وعلا نسيو صنبادي ميكريونو صنبادي كريتيان لم ارطر المشركين ولا اسم الكافرين نحن برا قول كنت حذرتي انجليين ولا ايبوجيليست ولا نصرانيين كمتين المفيد هذا لم اغطره ابدا الساعة قبل شيء موش من اهتماماتي فالاسم اليدا لك دعونك موليدين صحح جنو قلت ان انا انسان قبيل منعام سنات بني المؤتمر يملي موضيع شدة حبيت ان اتطلعوا وحبيت ان اشارك النام وقتا يراوا اجوبتي لم تخرج عن طارية العلمية داوى عندهم من مواقفهم ماذا منهم قال لي اعليش مشاركتش من هارلون لانوالاشيارية احنا لم نعلم ليه اللي هو في اسلام وفي تشبيع اسلام وماذا منهم قالوا لي احنا مقربين من الرؤساء والملوك والامرة ودائما عندنا مشاكل في مجتمعتنا بحاجة الان لم نجدها حلا وانت حدثتنا عن الحل وطيتنا المرجاعية لكي نحصل على مزيد من معلمات فيما يخص هذا الحل ولد بلا شي قولي هل انت عائد صباحا اي الغد واذا كانت جلسة صبحية يقولوني في اخرها هل انت عائد بعد الضور شوف الناس مغلومة حيث نقل العظاة والاسلام نحية نفسها كان نحية نفسها جميعا ولا مجره ولا رضاعة اصطناعية ولا رضاعة بكيانة فديين ولا ببيع اللبن المفديين للمرأة حسينه كان المواضيع كانت دسمة ومتعددة وشيكبيين وشيكبيين من طب الله تعالى ان يجعلني من المشاركين لان يكون سبب في بعض انا روح اخرى في غربيين ان الاسلام ليس كما يراه الناس او يحتعدون عنه الاسلام هو عند العلماء والحمد الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته